في الأيام الأولى من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في تويتا انتشرت بشكل كبير على موقع X أو تويتر التويتا دي كان فيها صورة لطفل ميت وعلى ملابسه أثار دم ووشه مش واضح ومكتوب فوق الصورة دي عبارة بالإنجليزية بتقول هذه أصعب صورة نشرناها على الإطلاق نحن نرتجف بينما نكتب لكم هذه العبارة لقد ترددنا كثيرا قبل أن ننشر هذه الصورة ولكننا بحاجة إلى أن يعرف كل واحد منكم أن هذا حدث التويتا دي للوهلة الأولى بعضكم ممكن يتخيل مثلا أن اللي كاتبها مراسل من اللي بيغطوا العدوان الإسرائيلي على غزة واللي راح ضحيته لحد لحظة تصوير الحلقة ما يقرب من 3500 طفل ولكن في الحقيقة اللي نشر التويتا دي والصورة دي هي وزارة الخارجية الإسرائيلية من خلال حساب تابع لها على تويتر ومش بس كده دي عملها إعلان مدفوع بحيث توصل لأكبر عدد من مستخدم تويتر على أساس ده طفل إسرائيلي قتل على إيد الفلسطينيين الإعلان ده هو واحد من إعلانات كتير الإسرائيليين بيعملوها حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص على تويتر طب ليه تويتر بالذات؟ ليه مش فيسبوك مثلا؟ ببساطة لأن تويتر حاليا هو الميدان الرئيسي لأهم معركة إعلامية بياخدها الاحتلال في السنين الأخيرة المعركة اللي هتحدد بنسبة كبيرة قدرته على الاستمرار في العدوان على قطاع غزة وتحقيق أهدافه من حربه المعلنة هناك باختصار وعلى حد تعبير المتحدث باسم البعثة الإسرائيلية في الاتحاد الأوروبي اللي قال بالنص قبل أيام الحرب ليست فقط على الأرض وأنا في الحقيقة أتفق معا جدا الإسرائيليين مهما كانت قوتهم والدعم اللي وراهم مستحيل يكسبوا حربهم المعلنة ضد قطاع غزة بدون ما يفوزوا في معركة تانية موازية بيخدوها حاليا ضد الفلسطينيين وكل اللي بينصروهم واللي منهم بنسبة كبيرة الناس اللي بتشوفني دلوقتي وعلشان نفهم طبيعة المعركة الموازية اللي الإسرائيليين بيخدوها حاليا جنب المعركة الميدانية فإحنا محتاجين نفهم الأول إزاي إسرائيل بتستخدم الأدوات والأساليب اللي إحنا كشعوب عربية بنجهلها علشان تكسب المعركة دي وثانيا بقى نعرف إيه هي نقاط ضعفهم اللي ممكن كتير من اللي قاعدين بيتفرجوا عليها دلوقتي يستغلوها بشكل واضح مش بس للضغط على الإسرائيليين وإنما كمان في هزمته وأنا هنا مش ببالغ على فكرة في حلقة النهاردة بإذن الله هشرح لكم إزاي وإنتوا قاعدين في بيوتكم ممكن يكون لكم دور مهم في صد العدوان الإسرائيلي على غزة وإنقاذ أرواح أهلين أحناك وهوضح لكم علاقة إيلون ماسك وتويتر بالقصة دي حلقة مهمة ياريت شاركوها مع كل اللي تعرفوه وبفكركم إن منصات ومواقع التواصل الاجتماعي عاملة قيود كبيرة على انتشار المحتوى المضاد للكيانة المحتل فهمتكم معانا باللايك والتفاعل مع الفيديو عشان يظهر للناس أنا أشرف إبراهيم ده المخبن الاقتصادي قبل ما نبدأ أنا وفريق المخبر الاقتصادي هنكون حابين نشكر جدا شركة تلافيت راعي حلقتنا النهاردة شركة تلافيت اتأسست سنة 2017 وهي شركة فيتنامية أسسها شاب مصري مكافح اسمه ضياء الدين أمين وبتصدر لأسواق مصر والسعودية والأردن وتركيا وغيرها منتجات مختلفة زي البون والفلفل وجوز الهند والإرفة والكاجو هتلاقوا تحت الفيديو بيانات شركة تلافيت لو في شركة أو تاجر حابب يتعامل معهم ويستورد من خلالهم المنتجات دي ياريت تعملوا ده في أغسطس 2013 صحيفة هارس الإسرائيلية نشرت خبر مثير جدا للاهتمام الخبر بيقول باختصار أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي لبن يمين نتنياهو قرر بالتعاون مع الاتحاد الوطني للطلبة الإسرائيليين أنه يشكل وحدات سرية من الطلبة شغلتها أنها تقعد على فيسبوك وتويتر ويوتيوب وغيرهم من شبكات التواصل الاجتماعي علشان تدافع عن الحكومة الإسرائيلية ولكن يدفعوا من غير ما يقولوا لحد أنهم تابع الحكومة المهم مكتب نتنياهو كان راصد للمشروع ده ميزانية قيمتها 3 مليون شكل أو ما يعادل وقتها 810 ألف دولار أمريكي وده علشان يوظف من الجامعات الإسرائيلية السبعة حوالي 550 طالب بيعرفوا لغات أجنبية واتحاد الطلبة الإسرائيلي كان مهمته في القصة دي هو أنه يعمل مقابلات مع آلاف الطلبة الإسرائيليين علشان يختار الأفضل من بينهم وبعدين في كل حرم جامعي الاتحاد هيعمل مقر للمشروع ده ويحطوا فيها أجهزة كمبيوتر للطلبة اللي حيتم توظفها في المجموعات السرية دي علشان تشتغل من خلالها بعد ما الشباب دول يتم اختيارهم بيتم تنظيمهم بشكل شبه عسكري في كل جامعة بيتعين منصق رئيسي المنصق ده تحته 3 طلبة بيشتغلوا كمنصقين فرعيين طالب مختص باللغات وطالب مختص بالجرافيكس وطالب مختص بالبحث أو ريسيرش وتحت التلاتة دول بيشتغل باقي الطلاب طبعا كان مطلوب ان الشباب دول يكون عندهم حس وطني ولكن ده ما يمنعش برضو ان يكون في حوافز علشان يبقى الحس الوطني أعلى المنصقين الرئيسيين في الجامعات بياخدوا منح دراسية كاملة والمنصقين الفرعيين بياخدوا برضو منح دراسية ولكن أزخر أما باقي الطلبة فبياخدوا رواتب رمزية السؤال بقى دلوقتي الشباب دول بيعملوا ايه بالزبط على مواقع التواصل الاجتماعي؟ بحسب تصرحات مكتب رئاسة الوزراء الاسرائيلية وقتها فالوحدات دي مهمتها دعم الدبلوماسية العامة أو الشعبية المؤيدة للإسرائيليين من خلال تطوير ونشر محتوى على شبكات التواصل الاجتماعي موجه بشكل أساسي للجماهير الدولية من الآخر كده الشباب دول مهمتهم تحسين صورة الاحتلال الإسرائيلي والدفاع عنه ككيان قصاد العالم وده بيعملوا من خلال نشر محتوى إيجابي عنه والتفاعل بشكل معين مع الأخبار المتعلقة بالإسرائيليين هنا واحد يسأل سؤال منطقي جد هو من إمتى الإسرائيليين بيهتموا بالرأي العام الدولي؟ اللي يخليهم يهتموا أصلاً طالما هم ضمنين دعم الحكومات والسياسيين وصناع القرار في الدول الغربية وبالأخص في الولايات المتحدة وبريطانيا السؤال ده هنلاقي الإسرائيليين جاوبوا عليه في ورقة تم تقديمها في النسخة العشرة من مؤتمر هيرتسليا الإسرائيلي اللي تم عقده سنة 2010 في الورقة دي هنلاقي الإسرائيلية فيرا ميتشن شابير اللي كتبت الورقة بتقول بالنص إنه على الرغم من أن عملية صنع القرار فيما يتعلق بالسياسة الخارجية بيشمل دايرة مغلقة من الناس وعادة بتكون قراراتها متسقة مع أراء النخبة في كل مجتمع زي السياسيين والمستشارين والأكاديميين المشهورين إلا إن الرأي العام مهم جد الرأي العام والتغطية الإعلامية في المملكة المتحدة بالأخص بيحددوا حرية الحكومة فيما يتعلق بأجندة السياسة الخارجية المؤيدة لإسرائيل يعني باختصار شابير فهمة كويس جدا إن الحكومات الغربية مش بتتحرك أو بتاخد قراراتها في الفراغ وما تقدرش تتجاهل الرأي العام أو مزاج الناس بشكل مطلق وتأيد الإسرائيليين على طول الخط دا كلام مهم جدا جدا ضروري كلنا ننتبه ليه بس عارفين إيه اللي أهم منه عنوان الورقة نفسها الفوز في معركة السردية عنوان خطير لازم نقف قدامه ونحاول نفهمه لإنه بيكشف مدى فهم الإسرائيليين لطبيعة وجوانب الصراع وخلونا نقف قدام كلمة ناراتب أو سردية في سياق الحرب المقصود بالسردية هي الطريقة اللي ناس بتنظر بها للحرب داخل عقالها يعني انت ليه دخلت الحرب وإيه أهدافك وهل هي أهداف مشروعة ولا لأ كل حرب لها سردية ولها قصة في عقول الناس بتتجاوز بكتير نقطة الأرقام والإحصائيات والمكاسب الميدانية على الأرض الأمريكان دمروا فيتنام في القرن اللي فات وكسبوا كل المعارك اللي دخلوها مع الفيتناميين ولكن برغم كده الكل تقريبا متفق إن الأمريكان خسروا الحرب في فيتنام وده ببساطة لأن سرديتهم عن الحرب خسرت والناس ما اشترتهاش الناس ببساطة شايفة إن أمريكا خسرت فتبقى خسرت النظرية العسكرية الحديثة بتقول إن الحروب الدول ما بتكسبهاش في صحات المعارك بتكسبها في عقول الناس لو دخلت بلد دغدغتها بس الناس شايفة إنك ما كسبتش يبقى أنت ما كسبتش لا يكفي إنك تكسب الحرب العسكرية لازم تكسب كمان حرب السرديات أو الحرب الإعلامية لتنين ما ينفعش فصلهم عن بعض أبدا بالعكس التانية امتداد للأولى وكالعادة في الحروب بيكون فيه سرديتين مضبطتين لبعض على سبيل المثال في المعاركة الجارية حاليا بين الجيش الإسرائيلي والنقام الفلسطينية في غزة فيها سرديتين بيتنافسوا على عقول الناس في كل مكان في العالم السردية بتاعة الفلسطينيين ملخصها ببساطة هو إن اللي حصل في 7 أكتوبر ده هو فاعل من أفعال المقاومة المشروعة للاحتلال الإسرائيلي ومحاولة لدفع العدوان واسترداد الأرض وتحرير الأسر على الناحية التانية السردية الإسرائيلية ملخصها هو إنهم ضحايا لهجوم إرهابي ملوش أي مبرر وإنهم مظلومين ومعتاد عليهم من ناس ظلمة ما عندهمش رحمة مين بقى اللي سرديته تكسب وتقنع الناس خصوصا اللي ما يعتبروش طرف في الصراع دي بقى هي المعاركة الموازية اللي الإسرائيليين بيخدوها حاليا مش ضد الفلسطينيين بس وإنما كمان ضدنا كعرب لإننا شئنا أم أباينا إحنا طرف في الصراع باعتبرنا مناصرين لفلسطين ومناهضين للاحتلال بالشكل ده العدوان الحالي على غزة له شقين ما ينفصلوش عن بعض شق فيه اشتباك عسكري وشق فيه اشتباك على مستوى السرديات إحنا والإسرائيليين دلوقتي بنتنافس على جذب نفس الجماهير تقريبا وهي الجماهير الدولية مواقف الجماهير المحلية شبه محسومة إحنا ورى الفلسطينيين بلا جدال وعلى الناحية التانية الجماهير الإسرائيلية اللي بتسيطر عليها الرغبة في الانتقام بعد اللي حصل في 7 أكتوبر بنلاقيها الأول مرة من سنين طويلة تكون متحمسة بالشكل ده للحرب وبما إن الجماهير المحلية مواقفها شبه محسومة فكده الطرفين بتوقع الصراع ما قدامهمش غير الجماهير الدولية يتنفسوا عليها وكل طرف هيحاول يقنع أكبر عدد ممكن من الجماهير دي بسردياته وفي نفس الوقت هيحاول يشككهم في السردية المضادة أو يثبت زيفها السؤال بقى دلوقتي إحنا كده عرفنا المعركة وعرفنا الجمهور المستهدف إزاي ممكن نكسب أو إزاي نقنع الجمهور المستهدف بسرديتنا وإننا على حق وإن الطرف التاني ده سرديته باطلة وبالتالي ياخد صفنا إحنا مش هما إنت علشان تعمل ده محتاج أولا توصل للجمهور المستهدف نفسه تتواصل معاه بشكل مباشر توصل لصوتك الأجانب أو الجماهير الدولية اللي إحنا بنستهدفها صوتنا ممكن يوصل لهم بطريقتين الطريقة الأولى طريقة غير مباشرة ودي عادة بتكون عن طريق وسائل الإعلام التقليدية بتاعتهم سواء تلفزيون أو صحافة وهنا بقى بتظهر لنا مشكلتين الأولى هي التحيز الشديد للسردية والرواية الإسرائيلية والتهميش والتحريف للرواية الفلسطينية والتحيز ضدها وده شيء أعتقد أن ما فيه شخص عائل ومنصف ممكن ينكره المشكلة التانية بقى هي أن وسائل الإعلام التقليدية شارع اتجاه واحد ببساطة القارئ أو المشاهد في الحالة دي بيستقبل بس اللي بيتعرض له سواء في الصحافة أو في التلفزيون مفيش مثلا مجال أنك وانت قاعد بتتفرج على التلفزيون توقف المزيع اللي بيتكلم وتقول له أنت كذاب وعديم الضمير والدليل أهو في السياق ده بلا أن سيطرت وسائل الإعلام التقليدية الأجنبية على منافذ المعلومات وتأثير الإسرائيليين على وسائل الإعلام ده حرمنا بشكل كبير من إيصال حقيقة القضاية الفلسطينية للجماهير الغربية المشكلة دي بدأت حدتها تخف مع ظهور الإنترنت ولكن الانطلاق الحقيقية كانت مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي في العقد الأول من القرن الحالي وبالأخص تويتر اللي بقى اسمه إكسا حاليا ولكن مع زراء أنا حوشير ليف بقى الحلقة باسم تويتر لأنه لا يزال الاسم الأشهر للموقع المهم ظهرت وسائل التواصل الاجتماعي على الساحة باعتبرها وسيلة التواصل التانية مع الجماهير الأجنبية ولكنها وسيلة اتصال مباشرة جمهور لجمهور تفاعل مباشر في التجاهين مفيش وسيط في النص ممكن يحرف الحقيق أو يتلاعب بالسردية أشهر وسيلتين تواصل اجتماعي في العالم كانوا وما زالوا هم فيسبوك اللي اتأسس في 2004 وتويتر اللي ظهر في 2006 فيسبوك اتابع حاليا لشركة ميتا عنده النهاردة ما يقرب من 3 مليار مستخد وتويتر عنده ما يقرب من 350 مليون مستخد المنصتين لهم تواجد في كل أنحاء العالم السؤال بقى دلوقتي أنهي منصة في الاتنين ممكن من خلالها احنا أو الاسرائيليين نقدر نوصل صوتنا للعالم ونبيع السردية بتاعتنا تويتر ولا فيسبوك والإجابة هي تويتر قولا واحدة ما فيش تنافس أصلا بالاتنين في السياق ده بالتحديد تويتر حرفيا هو الملك لما نجي نتكلم عن تكوين رأي عام دولي أو عالمي فيسبوك أولا مش مناسب للمحتوى الإخباري أو السياسي وفي الفترة الأخيرة بدأ يبعد تماما عن المساحة دي ثانيا فيسبوك زي ما انتوا عارفين بيحاصر المحتوى المؤيد لفلسطين بشكل واضح وبيقايد وصوله وده بيعمله من خلال الخرزميات ومن خلال المواصفين بتوعه تويتر بقى على العكس يمكن اعتباره أكبر منصة إخبارية تفاعلية في العالم من ناحية المنصة سمحت بظهور ما يعرف بالمواطن الصحفي اللي ممكن من خلال تليفونه يشارك مع الملايين من مستخدم المنصة أي خبر أو حدث هو متواجد فيه سواء بالكتابة أو بالصوت والصورة ومن ناحية تانية تويتر بتتحلق جماهير العريضة من الناس العاديين فرصة التفاعل مع فئة مش موجودة بكتافة على فيسبوك وأنا هنا بتكلم على رؤساء الدول والحكومات والبرلمانيين والصحفيين والأكاديميين والمؤسسات وغيرهم وغيرهم من صناع القرار والرأي الناس دي جزء كبير منها موجود على تويتر مش موجود على فيسبوك ولا أي وسيلة تواصل اجتماعي تانية علشان كده تويتر هو أكتر وسيلة تواصل اجتماعي عندها القدرة على التأثير في رأي الناس وتكوين رأيها عن تجاه أي قضية دي حقيقة أكتر ناس فهمها هم الإسرائيليين والفلسطينيين كل الحروب الإعلامية اللي خدها الفلسطينيين والإسرائيليين ضد بعض على مواقع التواصل الاجتماعي كانت صحتها الأساسية هي تويتر ويمكن أول معركة واضحة بين الجانبين على تويتر كانت هي المعركة الإعلامية اللي تزمنت مع العدوان الإسرائيلي على غزة في 2012 الأمر وصل لدرجة أن الصحافة الأجنبية أطلقت عليها قسم First Twitter War أو حرب تويتر الأولى الطرفين دخلوا مع بعض حرب معلومات وهاشتاجات كانوا بيتنفسوا خلالها على أقول الناس في كل أنحاء العالم والاثنين اختاروا أن الخناءة يكون صحتها تويتر اللي كان موجود عليه وقتها في 2012 تلتين قادة العالم اللي كانوا عامين حسابات هناك ده غير باقي السياسيين والصحفيين وكل الناس المهمة اللي بتتخذ قرار أو بتوجه الرأي العام ده حصل في 2012 وفي 2014 وفي 2021 وحصل برضو في 2023 من اللحظة الأولى لهجوم كتاب القسام على الإسرائيليين في الأراضي المحتلة يوم 7 أكتوبر تويتر تحول لساحة حرب من الأراء والأخبار والهاشتاجات والمعلومات اللي بعضها حقيقي وبعضها مزيف الأخبار والتطورات والصور والفيديوهات كانت بتنزل على تويتر بسرعة وبكثافة ملهمش مسيل المعركة بدأت يوم 7 أكتوبر بعدها بيومين بالزبط وتحديدا يوم 9 أكتوبر تويتر طلع قال إن فيه 50 مليون منشور على الموقع يخص المعركة بين الفلسطينيين والإسرائيليين ده خلى جزء كبير من مستخدم الموقع حوالين العالم اللي مهتمين بإنهم يعرفوا إيه اللي بيحصل بالزبط يعتمدوا على تويتر من خلال متابعة الأخبار ومراقبة الأراء والأراء المضادة اللي الناس بتكتبها عن الحرب اللي ساعد في إن ده يحصل هو إن إيلون ماسك صاحب تويتر على عكس مارك زوكربيرج سايب الدنيا مفتوحة على المنصة من غير قيود كبيرة لا من خلال الخوارزميات ولا المودريتورس سايب الكل يقول اللي هو عاوزه إلى حد كبير واللي يقدر على التاني ربنا يعينه وأنا في رأيي إن ماسك مبسوط بالوضع ده مبسوط إن تويتر بقى الساحة الرئيسية للمعركة الإعلامية اللي هي نعكاس للمعركة الميدانية اللي شغل العالم كله دلوقتي أكتر بكتير حتى من الحرب روسيا الأوكرانية ولكن ده طبعا خلاه هو والموقع بتاعه في مرمى نيران وسائل الإعلام التقليدية اللي انتقدت عدم محاولة تويتر للسيطرة على المحتوى المهم اللي يهمنا في السياق ده هو إن تويتر ساحة مثالية يقدر من خلالها كل مؤيد للفلسطينيين ولعدالة قضيتهم إنه يدعم سرديتهم من خلال الاشتباك في المعركة الإعلامية العنيفة الدائرة حاليا على المنصة وطبعا بما إنك عاوز توصل صوتك لأجانب فلازم تتكلم بلغته واللغة الأهمة في السياق ده هي اللغة الإنجليزية وهي بالمناسبة اللغة للإسرائيليين مركزين عليها وده منطق جدا لأنها اللغة العالمية الأولى اللي جزء كبير من شعوب العالم بيفهمها ولكن طبعا معرفة اللغة مش كفاية الأهمة من اللغة هي الرسالة نفسها دلوقت أنت كشخص أجنبي مالكش علاقة بالصراع وواقف تتفرق تصدق رواية أو سردية مين فيهم السردية الفلسطينية ولا الإسرائيلية اللي حيحكم النقطة دي هم ثلاث عوامل المنطق والأدلة والبراهين والتاريخ وركزوا معاك واس جدا في الجزء ده إخواننا خلونا نبدأ بالمنطق على سبيل المثال الادعاء الإسرائيلي بأن مجزارة المستشفى المعمداني اللي راح ضحيتها حوالي 471 مدني من أهالي غزة يوم 17 أكتوبر هي نتيجة عملية إطلاق خاطئة لصاروخ من المقاومة مش من ضربة جوية من الجيش الإسرائيلي ده الدعاء مخالف لأبسط قواعد المنطق مش لأنه مستحيل تحصل عملية إطلاق خاطئة وإنما ببساطة لأن الحجم المهول للمجزارة وضحاياها بيقول إن الشيء اللي تم ضرب بيه المستشفى قوته التدمارية هائلة جدا بشكل لا يتوافق أبدا مع القوة التدمارية المعروفة لصاريخ المقاومة اللي بنشوفها بتوصل للأراضي المحتلة ومش بتعمل عشر الضرر ده منطق بسيط شبه ده ممكن الناس اللي فهمه تشاركوا بلغة إنجليزية سليمة مع الأجانب اللي ممكن ما يكونش عندهم خلفية عن الصراع وأطرافه تخليهم قادرين يحكموا على كذب أو عدم معقلية أو عدم منطقية الاتهام ده تاني نقطة ممكن تقنع حد بالسردية بتاعتك هي الأدلة والبراهين والإثباتات وده بيندرك تحته حاجات زي الصور والفيديوهات إحنا مش محتاجين أكتر من إننا نشارك العالم المواد المرئية اللي بتوضح حجم الإجرام الإسرائيلي في حق المدنيين العزل وبالأخص النساء والأطفال الصورة والفيديو أقوى من أي كلمة وهنا حب أشارككم مقتطف من مقال نشر الدبلوماسي الإسرائيلي أبا إبان في جيروسلم بوست في أغسطس 1982 بعد الدمار اللي تسبب فيه القصف الإسرائيلي للعاصمة اللبنانية بيروت إبان كان بيشرح للإسرائيليين من وجهة نظره كدبلوماسي حجم الخسارة المعنوية اللي تسبب فيها العدوان على لبنان للإسرائيليين في السياق ده كتب إن الضحية رئيسية خارج ساحة المعركة تكمن في التحول اللي كان بيشوفه في عيون أصدقاء إسرائيل بمجرد ما اسمها يخطر على بالهم قال لهم خلال الأسابيع الأخيرة صورتنا في وعي أصدقائنا كانت مرتبطة بصراخ الثكالة والجرحة والأطفال اللي بيقفوا طابور علشان يحصلوا على المياه اللي الحصار الإسرائيلي حرمهم منها الكلام ده كان في 1982 يعني قبل الإنترنت والسوشال ميديا الصور اللي العالم ممكن يشوفها النهاردة عن جريم الاحتلال في غزة ما تقلش فضاع عن اللي حصل في 1982 وفي نفس الوقت هي أكثر كسافة وأسرع للوصول أما العامل الثالث اللي بيأثر على قبول الناس لسردية الأطراف المتنازعة في إطار الحروب فهو الزمن أو التاريخ كل ما طال أمد الصراع كل ما الطرف اللي بيجدب زادت احتمالية انكشاف كتبه مع الأيام وكل ما ده أثر بالسلب على قبول الناس لسرديةه في كتاب narration as argument الصدر في 2017 وتحديدا في الفصل الـ 12 اللي يجي تحت عنوان الباحثين المحترمين بيوضحوا إنه مع مرور الوقت بتظهر الأدلة اللي بتأكد أو بتنفي السردية المطروحة ولو أنت كذاب وبقى في تراكم للأدلة المضادة للسردية بتاعتك فمع الوقت السردية دي مصدقيتها حتتآكل ولما تفضل السردية تتآكل ففي النهاية حتوصل لمرحلة حتبقى فيها عبق على الراوي أو الجهة اللي بتتبناها حتبقى خلاص مش قادر تدافع عنها لأن الناس ما بقتش يتافق فيك من كتر كتبك ده على فكرة اللي بيحصل مع السردية الإسرائيلية مؤخرا يعني على سبيل المثال لما المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيا الهجاري طلع ينفي أنهم قصفوا المستشفى المعمداني مراسل سي أن أن سأل سؤال بسيط جد ليه ممكن العالم يصدق كلامكم دلوقتي في حين أنكم كذبتم قبل كده فيما يخص قتل مراسلة الجزيرة الراحلة شيرين أبو عقلة اللي قلتوا ساعتها أن الفلسطينيين هم اللي قتلوها وهنا المتحدث باسم جيش الاحتلال ما كانش قدامه غير أنه يبرر بأن الجيش كان بيتصرع في إصدار الاستنتاجات والأحكام لكن في النهاية تراكم الكتب ده وراء بعضه بيساهم في عدم قبول الناس للسردية الإسرائيلية في حربهم الحالية ضد غزة ويمكن الناس اللي على تويتر كان لهم دور كبير في كشف الأكاذيب دي وتوعية الناس بأنها أكاذيب على تويتر محدش بيقول معلومة ويطلع يجري زي التلفزيون مثلا لأ اللي بيتقال بيتسجل وبتلاقي بدل الواحد ألف بيخفروا وراك وبيوجهوك بالحقيقة وبيثبتوا كذبك أو تضليلك لو كنت كداد أو مضلل والتغريدة اللي بتتحزف بتتجاب تعني وده يخلي تويتر أفضل وسيلة ممكن الفلسطينيين وعنصار قضيتهم يقدروا من خلالها يبيعوا للعالم روايتهم للحرب ويطحدوا الرواية الإسرائيلية المضادة تويتر لا يزال هو المنصة الأهم للتأثير في الرأي العام الغربي وبالأخص الأمريكي عدد مستخدم فيسبوك في أمريكا أي نعم أكتر بكتير من عدد مستخدم تويتر ولكن برغم كده تويتر هو الأكثر تأثيرا في صناعة الرأي الحقيقة دي الإسرائيليين مدركينها أكتر من أي حد بحسب تحقيق عمل موقع بوليتكو الأمريكي وزارة الخارجية الإسرائيلية مؤخرا عملت في أقل من أسبوع 30 إعلان على تويتر تم مشاهدتهم أكتر من 4 مليون مر الإعلانات اللي بدأت تظهر اعتبرا من 12 أكتوبر كانت الوزارة الإسرائيلية بتستهدف فيها الشباب اللي أعمرهم بتزيد عن 25 سنة واللي عايشين في بروكسل وباريس وميونيخ في نفس الوقت الوزارة عملت 75 إعلان بمحتوى مشابه على يوتيوب وتم توجيههم للمشاهدين في الدول الغربية زي الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة طب إيه الهدف من الإعلانات دي؟ بعد النظر عن مصداقية محتوها الهدف منها ببساطة هو نفس الهدف اللي المفروض يكون عنده أنصار القضايا الفلسطينية هو تحقيق ما يسمى بالستراتيجي كوميونيكيشن أو الاتصال الاستراتيجي طب إيه هو الاتصال الاستراتيجي ده؟ مجلس الأمن القوم البريطاني بيعرف الاتصال الاستراتيجي بأنه الاستخدام المنهجي والمنصة لجميع وسائل الاتصال لتحقيق أحداث الأمن القومي من خلال التأثير على مواقف وسولكيات الأفراد والجامعات والدولة طب هل وجع القلب والكلام الكتير على تويتر بيفرق فعلا على الأرض؟ هل الكلام على تويتر ومحاولة بناء رأي عام دولي مؤيد للفلسطينيين ممكن يقول له أي لازمة وصادل حقيقة المادية اللي بتقول إن الإسرائيليين مثلا متفوقين عسكريا بشكل كاسح ومعاهم على سبيل المثال للحصر أسلحة فتاكة زي الـ F-35 ده سؤال مشروع جدا من حق أي حد يسأله السؤال ده جوبت عليه دراسة نشرت في 2018 تحت عنوان Does Social Media Influence Conflict? Evidence from the 2012 Does the Conflict? زي ما واضح من العنوان الدراسة بتحاول تعرف مدى تأثير السوشال ميديا على الحرب الإسرائيلية اللي تم شنها على غزة في 2012 وخلصت الدراسة دي باختصار هو إن التحول في الدعم العام على السوشال ميديا لصالح الفلسطينيين ساهم في انخفاض حدة الصراع واستجابة الإسرائيليين لجهود وقف إطلاق النار وبحسب الدراسة تأثير الدعم العام على السوشال ميديا كان أكبر من تأثير اللاعبين الدوليين اللي انخرطوا في مفاوضات الصراع وعلى رأسهم مصر والولايات المتحدة والأمم المتحدة لحد هنا أنا خلصت كلامي وآسف على الإطالة وتمنا إنكم لو استفدتم الحلقة تشاركوها أو على الأقل تشاركوا خلاصتها مع كل اللي ممكن يكون مهتم بنصرة أهلنا في غزة وكالعادة في نهاية الحلقة عندي سؤال لخضراتكم يريد تقولولي في التعليقات مين فيكم بيشارك أو ناوي يشارك في حرب السرديات وفرض السردية الفلسطينية أمام العالم على موقع تويتر هتلاقوا تحت الفيديو بيانات شركة تالا فيت لو في شركة أو تاجر حابب يتعامل معهم ويستورد من خلالهم المنتجات دي ياريت تعملوا ده في النهاية ياريت لعابدكم الحلقة ياريت تعملوا لايك وشير وأهم حاجة تحكوا لأصحابكم وحبابكم عننا يمكن يستفيدوا أصلاح ترجمة نانسي قنقر